في منكم اللي قلقان وبيفكر كثير فممكن تجيك حالة الأرق أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي تدور حولك لهذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور بأكثر واقعية بواقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجديد كذلك يعني في منكم اللي اتعرض للخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حدا خانة ثقة فأنا شايفة يعني إحساس بالندم والدنب كذلك في منكم اللي منفاصلين فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي ففي مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسة يعني تعاسة عميقة وكذلك شايفة إنه فيه تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه فيه إنسان بقول ياريت يعني لو يرجع الماضي وسوي كده وكده وكده يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففي خيبة أمل تعرض طولة يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق فإنت تحتاج يا برج الجدي إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجدي فإنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أي كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك التعلم كان ممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ولاتية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما يعني كل مرة عم تعد الحب ويعني عم تكون مخلص ولكن ما عم تلاقي التقدير وانت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول يافد قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو انت انسحبت من العلاقة وانت زعلان بسبب طرف ثالث سبب خيانة فالأمور يا برج الجدي يعني رح تتحسن وان شاء الله خير يا برج الجدي فانت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف أنا مر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فرح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك واخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو أنتو يعني في حلاقة ثلاثية لا يستحرك بحلاقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وانتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو احنا ماشيين بالقراءة ورح أولي الأبراج اللي عم تزهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقبة وحتى الحبيب بعده براقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عمل روحك مو مهتم وفي ملكم اللي مختفي ومخبي مشاعره وما عم يظهر أبدا فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حاليا كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأن اللي شايفا في مسافة بيناتكم في منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا يعني لإني بشوفك إنه متزن وأكتر حكمة وعارف حاله شو عم يعمل في برج الميزان تور عزراء خليني شوف طاقتك رح نشوف الطاقة تبعك طاقتك فعموما يا برج الجدي متزن واتق من حالك رغم كل شي ساعة فكذلك شايفا في منكم اللي عندو خيبة أمال من شغلة صارت أو من علاقة ولاتية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكن أو حدفات على العلاقة وانفصلتو كذلك في عمشوف في منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاقلة إلهم في اللي قاعد لحاله عمشوف في تفكير وذكريات يعني لحدها من الماضي مشتاقن له كتير انتو بتحبوا بعدكم يعني وكأنه صارت بناتكم مشاكل ولكن شايفاك يا برج الجدي ماسك زمام الأمور يعني وبعدك يعني عم بتفكر في بعدك بتحبه في منكم نقل لي الحبيب يعني ازعلان على الفراق اللي صار بناتكم وبعده في ذكريات يعني كانت في بناتكم يعني شغلات حلبة في رجوع لحدة لبعضكم في رجوع لحدة من الماضي ممكن تكون يعني كانت في بناتكم علاقة طويلة في ذكريات والشخص هذا شخص يعني مليح يعني مو شخص صيء هو شخص طيب وبيحطك وبيشوفك شغلة حلوة وفي بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك في شغلة غريبة عندي هون بالقراءة احب يتشير اليها في ملكون اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب وبيحب شخص تاني هو مو مرتاح بزواجه شايفة يا برج الجدي كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق اللي قدامك وعم تطالب بالعدالة وعم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك في ملكون اللي الحبيب تركه وبلش حياتي يعني وبلش علاقة جديدة او مشروع جديد او مشروع زواج او تزوج حتى لاني شايفة الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفة مشغول بحياته كذلك يعني ما اخفيك انه بفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء كان وصلتكم للانفصال او القضاء لاني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزان وتفكير كذلك في من كون اللي شايفته كانت بين وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عمشوف في تباعد بينك وبين الحبيب هذا اللي علاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عمشوف من كون اللي فاصل قافل كل شي مرتبط بالتواصل السوشيال ميديا يعني كأنه عامل حالك ومطمش ولا على بالك ومختفي وعمل طالب يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس انا شايفك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لانه بعده في ذكريات بيناتكم هو وحب حاليا بيفكر يعمل استشفاء يعني وبيفكر إذا في مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته كذلك عندي في ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مرتبط بالقضاء أو قرار يعني أخذوا الحبيب أو شغلة هيك يعني كأنه فيه انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون أنت انفصلت عنه أو انفصلتوا بسبب يعني البعض كل واحد في دولة تانية منفصلين يعني كل واحد في دولة أو حتى تربطكما مع بعض يدوما علاقة طويلة ففي يعني تواصل روحي بيناتكم في برج القوث والحمل والأسد كذلك كما يحدرك التارو من القاء اللوم والاتهامات على بعضكم البعض لأن هذا قد يرهي العلاقة فالتارو بيئلك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامح يعني أن تسامح الشخص اللي معاك أو اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيًا كانت إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه في منكم اللي شايفاه زعلان واحد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من الأشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب نتيجة خداع أو خيان أو مكر أو عدم تقدير يعني كأنه الشخص هذي والناس هذول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشي فاكزة علان كأنك يعني مسافر أو بدك تسافر أو سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي ذكريات أخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك في منكم اللي تطلقوا يعني في طلاق موجود عندي في حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم عم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هذي الدوامة وفي منكم اللي عم يستنى حكم عم شوف يعني فيه إحساس فيه ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش سار معي هالشيه وليش الله مساعدني؟ فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك عليك التقرب من الله وتعمل ميديتيشن وكل الأمور ستتحسن يا برج الجدي شايفها فيه لخبطة كبيرة وفيه هاي القراءة عامة فيه شغلات كثيرة بالقراءة فيه منكم اللي بعلاقة علاقة توأم الروح وصار بيناتكم كلام أو عناد أو الشخص هذا عنيد فشايفك أنه كل واحد واخد جنب أو متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسلي في الوضع هذا شايفك أنه أنت الحب وفيه تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي فالحبيب براقبك ومفتقلك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني أشوف خليني أشوف خليني أشوف شايفك يا برج الجدي أنك ستصبح متحمس أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في السفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مرتاح معه أو يعني مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه لأنه الورقة هذه ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة يعني زواج خطوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه أو شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجدي ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتسار فأنا شايفك رح تتقدم يا برج الجدي طالعي لك الشمس ففي أحداد جميلة جاية بطريقك إن شاء الله هي برج الجدي بعد الشغلات اللي شفناها بالورق وشفنا الوضع التعبان وشغلات صارت معك يعني شغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في أخبار صارنا في منكم اللي رح يتلقى هدية رح تكون مفاجأة إلو أو رح يوصلوا يعني شي خبر حلو مردويا رسالة شغلة في منكم اللي مر بتجربة قاسية يعني أو طلاق يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة في كذلك اللي عم شوفي منكم اللي طلقوا عنده أولاد يعني هاي مسؤولية كبيرة ولكن عم شوفك يعني أكتر حكمة صارت أكتر حكمة وأكتر اتزاناً خصوصاً بعد الشي اللي صار معيك يعني بعد خيبة الأمال والهموم يعني اللي مريته فيها واحدة مريدة عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف في ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت أو شغلات صارت معكم يعني كأنه في شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجري يعني كأنه في مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شي انت ما كنت متوقع هلين أشوف يعني شغلة انت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة شغلة أو ممكن زواج في شي حدث سعيد بس الموضوع هيدا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هيدا أو ممكن ممكن يعني انه رجوع شخص انت بتحبه شخص مهم بحياتك أو فيه انتصار يعني كنت عم تتسنى يعني فيه شغلة رح تصير شوفوا الأوراق كيف اجت شي شغلة رقم واحد انت لازم تشوف شو يعني شي رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد شهر الجاي شهر واحد أو يوم واحد بس انت لازم تشوف رقم واحد شو بالنسبة لك شو سار يعني ممكن يكون انت ساري جاي لك بس فيه شغلة يعني جاي بطريقك يا برج الجلي رح تصير ممكن قضية رح تتحكم لصالحة كعدالة رح تحصل عليها فبتمنى انكم تخبروني عن الشغلة هذي يا برج الجلي في التعليقات رح استنى اعرف لانه انا صار عندي فضول اعرف انه الاوراق يعني ما فاتوا اجوا بهالطريقة هذي فان شاء الله خير يا برج الجلي كذلك عم تشوف يعني برج سارة طال حووت فيه ابراج كثيرة موجودة عدنا بالقراءة هذي جوزاء فان شاء الله خير يا برج الجلي شغلات كثيرة مريت فيها ان شاء الله الامور رح تتغير لانه ما في شي بيضل على حاله يعني ما في شي بيضل الابد اهم الشي الانسان انه يفكر بطريقة ايجابية ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويفكر بالشغلات اللي بدوا اياها لانه في مثل بيقول الشي اللي انت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فان شاء الله خير يا برج الجلي فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذي الرقم واحد وان شاء الله تنتبغ القراءة على اكبر عدد اه وتكون في طاقات يعني تشمل ان شاء الله اكبر عدد من المتابعين والسلام عليكم وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة